بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي خناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة هتلحقوها والله خلاص جابت درافة إبراهيل أهلا بك أبا شمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة 833 المهندس عدي بيقولك هتلحقوها ولا خلاص جابت درافة لا لا مش يا أنا بس ألهم هي جابت درافة ولا ليس ممكن تتلاحق الحقيقة الكرة الكرة المصرية وصمعت الكرة المصرية اللي خلاص ما بنعملش حاجة واحدة تخلي الناس تنظر لنا بجدية وقتنظر الكرة المصرية بتاعتنا كما كان ينظر إله الرائدة المحترمة الموضوع مش مطوع نتايد أستاذ إبراهيم الموضوع أن انت وقد أنشأت الاتحاد الأفريقي وعلمت الجميع إدارة كرة القدم لا تمرس أي شيء من اللي علمته للناس وكأن الأستاذ فقد الزاكرة وتركها للعشوائية الحديث هنا ليس عن اتحاد كرة الموضوع كده احنا بنبسطه قوي لأنه لو هو على نطاق اتحاد الكرة يبقى نقول تم تيجي نجرب اتحاد تاني وتالت الموضوع هو المناخ العام المسؤول عنه كل المسؤولين عن الرياضة في مصر واتحديدا كرة القدم من لجنة لنبية خطاع البطولات إلى وزارات شباب متعقبة إلى إعلام لا أصبح لا ينظر إطلاقا إلى الصالح العام مش مهم هو بيقول إيه ولا بيعمل إيه ولا بيقدم إيه من المحتوى المهم الانتماءات اللي طغط على كل شيء على السطح وأصبحت الإساءات تنقل إلى الخارج إحنا لسه كنا بنقول هل أنت بتشوف الدور المغربي أو التونسي أو الجزائري أو الليبي أو السوداني أو حد بيخرج خلافاتهم والناس بتتصيد لبعض وتعتهم بعض درجة أن أنت دون أي نوع من المسؤولية دخلت الموضوع في حتة العنصرية التزييف المشعارف كلام النهاردة اتحاد الكرة لم ينحز لقضايا عادلة اطلاقا واضحة وضوح الشمس ولكن انحيازاته كانت نتيجة دائما التربطات ومصالح في اتجاهات محددة فتروح كل الأضايا للإتحاد الدولي الخلافات اللي بين اللعيبة والأندية وبين اللعيبة واللعيبة وبين الأندية والأندية والإتحاد الدولي بيبصر المشهد هو أنا أزعم من الإتحاد الدولي ما عندهش كم الشكاوى من أي بلد في العالم زي اللي موجود من مصر قال لك يعملوا إدارة المصريات لا يعني فالنهار ده لما ييجي مجلس درس تقيل يمتعامل معاك وأنا كنت بيعني مداي ومش فاهم إيه ده يزاي يجرؤوا يتعاملوا معاهم ويعينون لنا لجنة زي بالزبط اللي محطوط حطوا تحت الحراسة وفقد الأهلية فبتجيب له لجنة تدير أمواله أنت جابوا لك لجنة من الموظفين الذين يتقضون أجرهم من أتحاد الدولي واللي دحكك الموظفين هم هم من داخل عبائد المنظومة التي يحتاجون عليها يعني عبس ما بعده عبس ولا أحد يحاسب ولا أحد مهتم أن يشوف أي مشكلة في حجمها وأنها لما جابت تستخبى مرة واثنين وثلاثة محد الشاكتارث لما عملية القيد لأحد الأندية الهامة زي الزمالك يتقالوا لأ أنت مقبوغت ولا يحاب تقول وإحنا أخطرناك مش حنقيدلك وبعدين يطلعوا لك لأ ده إحنا لازل نقيدله لأنه هو صاحب حق هو صاحب حق أو لمش صاحب حق هو مين اللي بيقول طب لو صاحب حق أنتوا عملتوا إيه من الأول ليه كده طب لو لمش صاحب حق إيه اللي خلاكوا رضقتوا دون أن تفرضوا أي نوع من أنواع النظام أنا مش بقول يتأيده ألا مش بتأيده أنا عايز كل نادي يعيش حياة طبيعية ويأيد لعبته ويمارس حقه كاملة في مقابل أنه يفي بالتزاماته كاملا بالضبط ما هو أنت طول ما أنت بتغطي عليه أخطائي أنا إيه اللي هلين أصلاحها أنا أتحدث عن زمالك أنا أتحدث عن الكور مصرية سواء أهل زمالك إسماعيل أي المناخ اللي عامل الكور مصرية أستاذ إبراهيم مدارع عن الأخطاء بسط مرات وبعدين إيه العبس اللي إحنا عايشينه ده عشان نكايد بعض صورة هنا ولا صورة هنا ولا تصرف من اللعب إيه بناخد الحاجات دي بتصدرها يعني ليه مش كل حاجة ما بنحلاش بهدوق عندنا إيه المعايرات اللي بقت أصبحت تمس الخلق وتمس كرامة اللعب المصري وتمس في إيه إزاي ننظر إلى الكورة المصرية أستاذ إبراهيم بعدم احترام وننتظر من على من يحترمه ويحترم المسؤولين عن إداراتها هي دي النتيجة إحنا فيه في بلوة لو كنتم يعني تعلمون وأنتم تعلمون للأسف عشان كده قلت لكم أن دي حلقة مهمة أولا جاية في توقيت مهم وفي خضم أحداث كثيرة وتطورات أيضا مهمة عشان كده هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله إيه اللي مزعالة كخواجة والغربال بجلاجل وبعدمة لسانه هي وقبلها التوفيق والشموع الحمراء عن إمام الحديد لكن في أسرار الملك المدافع أصل وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة